فجرت لجنة النزاهة النيابية فضيحة صحية مدوية من العيار الثقيل أبطالها سياسيون يمتلكون مصانع للأدوية السرطانية يقومون بالاحتيال والتربح على حساب حياة المرضى حيث يقوم هؤلاء بشراء أدوية سرطانية من الهند وإيران وبيعها على أنها عراقية بعد تغليفها محليا حسب ما أكدت عضو لجنة عاليا صيف هذا الموضوع يتعلق بحياة بشر هذا لا فلوس والعراق بي خير وتعوضها هذا بشر يعني مشروع قتل ليش؟ لأنهم ما صنعوا بالصناعة التي تفوق الصناعة الأدوية ما صنعوا؟ ما صنعوا؟ واش قاموا يجيبون؟ يجيبون هندي يجيبون إيراني ويغلف ويبيعها على أساس وطني لاحظنا أكون ناس من الثانية وصلت للثالثة يعني معناتها الدوة ما بأي منفعة للمريض وبدأ المريض يتراجع النائبة عاليا صيف لم تكتفي بذلك بل حددت من هي الجهات التي تستورد الأدوية وكيف تحايلت في هذا الملف على حساب حياة المرضى نحن بالنسبة للأمراض السرطانية ما عدنا أدويتها كل أدويتها تشترى من الخارج فيزر وربعها وكانت أسعارها كل إشغالية للمواطن 60-70 بدأوا يعدهم أموال وفي مجال الطيب يسوون معامل للصناعات الأدوية أنت تقرأ مصنع الأدوية السرطانية الوطنية من تقرأ كلمة وطنية حكومية بس هي مو حكومية هي مصانع لأصحاب رؤوس الأموال لجنة النزاهة النيابية وصفت أيضا هذا الملف بأنه شروع بالقتل لأنه يهدد أرواح المصابين بالسرطان لسيما وأن هذه الأدوية فاقمت من أوجاعهم نتيجة عدم فاعلية هذه الأدوية المنقذة للحياة إذا هذا الموضوع تمشون به هو سأل حد الآن مع مليا إذا هذا الموضوع تمشون به ستجونه قدامكم فاطلقنا أول تهديد فيه داخل لجنة النزاهة وثاني تهديد من خلال الإعلام صار وراها الحد الآن نحن دراقب هذا ويشكل كثير من ذوي الأمراض السرطانية من قلة الأدوية وعدم توفرها في المستشفيات الحكومية في الوقت الذي يسجل فيه العراق الآلاف من الإصابات بالسرطان سنويا خاصة في المحافظات الجنوبية نتيجة التلوث البيئي الناجم عن استخراج النفط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر